عايزة اخدكوا تتفرجوا على التقرير انا بشوفوا واحد من اجمل التقرير اللي ممكن نتفرج عليه يعني ايه عارت كده قعد واعتدى لا في جلساته يعني ايه مصر بتتحرك لقدام مصر ما وقفتش ثانية واحدة من سنة 2014 بصرف النظر عن اي تحدي حرب على الارهاب مصر تتقدم كورونا مصر تتقدم الحرب الروسية الاوكرانية مصر تتقدم الوضع الراهن على الاراضي الفلسطينية المحتلة مصر تتقدم تتقدم يعني ايه يعني مصر ماشية بتشتغل بتزرع بتصنع بتبني بتعمل بنية تحتية فهتتفرج في التقرير ده على ازاي بنكون مجتمعات جديدة باستدامة وفي نفس الوقت نقلات نوعية فعلية اه طبعا طب انا عايز اعمل عايز اعمل امن غزائي طبعا عايز ازرع اكيد بس عشان ازرع فانا عايز الارض طب الارض موجودة طب انا الدلتة الجديدة على سبيل المثال طب انا عايز المية يبقى لازم اعمل محطات عشان توصل المية للدلتة الجديدة فيبقى في عندي محطة زي محطة الدلتة الجديدة لمعالجة مياه الصرف حلو اقدر اروي بيها تقريبا خمسمائة الف فدان ازرعهم علشان احنا نقدر ناكل نكتفي ذاتيا نقلل من حجم الاستيراد الى اخره هستأذنك تشوف نطلع لفاصل وبعدين تشوف التقرير وهنرجع نكمل الكلام نقلة نوعية نحو تكوين مجتمعات جديدة مستدامة تعمل على تحقيق الامن الغذائي وتوسعة معرفة مصر بتقنيات معالجة الصرف الزراعي ياتي مشروع محطة الدلتة الجديدة لمعالجة وتطوير مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتة بطاقة انتاجية سبعة ونصف مليون متر مكعب كاحد اهم واكبر المشاريع الاستثمارية في استصلاح اكثر من خمسمائة الف فدان في السحراء الغربية مما يعمل على تغير شكل الخريطة الزراعية في شمال غرب مصر هي عبارة عن ثلاث مقصمة لثلاث وحدات كل وحدة او كل خط اثنين ونصف مليون متر بكعب وكل خط مقصم لأربع وحدات كل ده متماسل بحيث ان هي تديني من منموم كباستي حوالي ستمية خمسة وعشرين الف متر بكعب يوم ابطوا سبع ونصف مليون متر بكعب يوم هو اكبر مشروع معالجة في العالم مفيش مشروع تم تنفيذه في العالم كله بالحجم ده اخر مشروع كان تم تنفيذه كان هو برضو مشروع مصري ودي كانت محطة بحر البقر بطاقة خمسة مليون متر مكعب المرحلة اللي بعديها جت المحطة بتاعة الدلتة الجديدة اللي احنا موجودين فيها ودي جت بطاقة اكبر سبع مليون ونصف متر مكعب المحطة تتكون من ثلاث وحدات معالجة متساوية الطاقة باجمالي 131 مبنى وتقوم بمعالجة المياه باستخدام معدات متخصصة من خلال دمج التقنيات الرقمية المتقدمة لتعزيز الاداء والتحكم في جودة المياه لضمان الامتثال لمعايير الصناعة والمواصفات العالمية والمصرية القياسية المياه بتدخل على غرفة الانتيك في وجود بها خمس ترمبات رفح أربعة جوتي وواحدة ستاند باي بدأي اسم وصفات المياه في الدخول على أساسها بنحدد كمية الحقن الكيمياء النظر نحنها في المياه بعد كده المحطات ترمبات الرافحة بترفع المياه لغرفة الستلك الشامبر بريد توزيع بتبني خلالها تقسيم المياه إلى أربعة أربعة كل ربع اثنين مليون ونص تقسيم على أربعة بعد كده تدخل على مرحلة المكاسر السريعة بيتم فيها حقن الشبع بعد كده المياه توصل لمكاسر البطيئة بعد مكاسر البطيئة بتخرج على تيوب ستلر اللي بيتم فيها فصل الروبع على المياه نظيفة بعد كده تدخل على الدسك فلتر ثم يتم حقن الكولوري النهي وتخرج المياه على الترع المعمل هنا بنقدر من خلاله نحدد مواصفة مية الدخول اللي مطلوب معالجتها بالزبط بنقدر ناخد عينة كل شهرين تقريباً لأن مواصفة مية الدخول ما بتتغيرش يومياً أو أسبوعياً بيبقى فيها حيود طفيف جداً ولكن بنقدر من خلال الحيود ده بنعمل تجارب كيميائية وبيولوجية علشان نحدد كميات الجرعات المطلوبة للمواد الكيميائية اللي بتستخدم في المعالجة توجهات عموماً نحن نبدأ نحن نشتغل على موضوع الطاقة النظيفة أن نحن نحاول أن نحن على قد ما نقدر أن نقلل استهلاك الكهرباء ونحصل على قدرة المطلوبة محطة الدلتة الجديدة تعد من أهم المشروعات التنموية من خلال نقل مياه الصرف الزراعي من شمال الدلتة عبر قناة بطول 174 كيلو متر غرباً إلى منطقة الحمام لأكبر محطة معالجة وتنقية ويعادة تهيل لتكون مطابقة للمواصفات العالمية لمياه الري الزراعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر